اللي نفسه متعشالك ألف مرة اللي حالفت فضل يا مصر حرة هو دادرعك وسيفك وبني بالد اللي بيتفرح وتفرح نظمت الكلية الحربية حفل استقبال لطلبة الجدود المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة من الدفعة 116 حربية وما يعادلها من الكليات والمعهد العسكرية لعام 2019 بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية واستعراض حرص الشرف أمام منصة الكلية الحربية أعقبه استفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدود في الاحتفال باستقبالهم بالعرض العسكري لمقاتل الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا أن القوات المسلحة انتقت أكفأ الرجال لنيل أشرف المهام وأنه لا ولاء ولا انتماء إلا لمصر وقواتها المسلحة وأشار الطلبة الجدود إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية الحمد لله ده شرف لي أن أنا أخش كلها بفنية عسكرية وألتحك بقية كلها عسكرية وإن شاء الله مصر في دعمينا إن شاء الله حلم حياتي أعتلى لكم من ضمن قوات المسلحة أنا فخور جدا أنه ما وصلت للمرحلة دي وإن شاء الله إن شاء الله أنا بوعد المصري إن أنا أدفع عن مصر لآخر النقطة الدم فيه كان حلم عمري من الابتدائي يعني فالحمد لله ربنا حق أهول هو بإذن الله لما نتخرج مصر في عمينا في دينا وبإذن الله نحافظ عليها ما فيش حاجة أتصبع إن شاء الله بإذن الله عشان إحنا موجودين فيه ما تخفوش ما تخفوش أنت وراك ورجالة وإحنا تحت عمركم في أي حاجة إن شاء الله كلنا نشجع بعض ونوفق بعض لحادي ما كل واحد فينا يبراكم واحد إن شاء الله ونبقى أحسن نضوفها إن شاء الله تخرج من كلها إن شاء الله إن شاء الله نكون على قد المسئولية كلنا ونقدر نحمل وطن ونسونه وندفع عن أمنه واستقراره واستقرار أمن المواطنين إن شاء الله وأعرب أهالي طربة المستجدين في للحفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة المصرية طبعا طرحة سعيدة بو إنها يبدأ فودة مصر شرف كبير له ولنا كلنا وهو في خدمة الوطن وإحنا كلنا في خدمة الوطن الحمد لله رب العالمين إن ربنا اختار ابني يبقى من خير وجنيد الأرض بقول له عايزك تبقى راجل وتدافع عن بلدك وتبقى شاه وتجيب حق الشهداء اللي راحوا كلها والحمد لله رب العالمين وربنا يوفقهم وحفظهم ربنا ينصرهم على مين يعديهم يا رب كلهم وينصر القائد بتاعنا الرئيس السيسي يا رب ينصره على مين يعديه كل الكليات العسكرية مصنع الرجال حاجة مشرفة حاجة فخر اعتزاز واجب وشرف واعتزاز وفخر إن إحنا نبقى نفدي بلدنا بأي حاجة عايزة أقول لهم ربنا يوفقكم وصبت خطاكم يا رب ودايما مصرف تقدم يا رب على طوله ازدهار كلية الحربية بجميع فرعها بجميع الأسلحة هي شرف لأي مواطن مصر وكفى به شرف أن يكون أحد جنود الموات المسلحة البواسر فرحة فرحة ما بعدها فرحة تحيا مصر تحيا مصر يحميهم ربنا ويحافظ عليهم يا رب هذا وستبقى مصر حرة أمية مرفوعة رايتها بأبنائها الأشداء المخلصين الذين لا يترددون لحظة واحدة في تقديم أرواحهم فداء للوطن متى تكلف الأبوذر هو ودا مشي خطوة كرة فعلا للأمام هو ودا